رائع مع الدكتور أشف صبح وزي احنا شايفين فعلا صلاة كنوز لمصر نقدر نحن استخدمها كاستثمار فخر كلها كمصريين هذه الصلاة التلاهيتها طبعا تم انشاءها لبطولة العالم لكرة إلياد نروح من مايار شريف لسه كمين بقيت أخبارنا عن التنس لمحمد صفوت اللي بيستعده لآخر لمشاركة في بطولة شلانجلر بلا المنظمة من الاتحاد الدولي للتنس واللي بتجرف علياتها طبعا على ملاعب إيطاليا في الفترة من 8 إلى 14 من فبراير الحالي والمقدر مجموعة جوئزة حوالي 45 ألف يورو بلقي صفوت صفوت طبعا بالدور الأول الياباني هيركو موريا المصنف 241 عالميا تقام المباراة في تمام الثالثة عصن وتعد بطولة شانجلر بلا للتنس هي البطولة الرابعة اللي بيشارك بيها الدجلاوي محمد صفوت منذ بداية هذا العام بعد منافسته في سلسلة بطولات شلانجر اللي أقيمت على ملاعب الصلبة طبعا في العاصمة التركية كما تقدم البطل المصري محمد صفوت في تصنيف العالمي ليصل للمرتبة 146 عالميا قفزا 11 مركز وذلك حسب معلانة الاتحاد الدولي للتنس في الفترة الأخيرة كشف عبد المنعم الحسين رئيس الاتحاد السلاح عن تطبيق نظام الفقاعة طبية في بطولة العالم مقرأ خمتها في مصر شهر إبريل القادم وذلك على غرار بطولة العالم لكرة اليد لنظمتها مصر الشهر الماضي وحققت نجاحا باهرا زي ما شفنا طبعا وشاهدت شالة الصحف العالمية بأكملها بالإجراءات الاحترازية وقال كمان الحسيني أن الاتحاد الدولي هيبدأ تلقي المشاركات من الدول بعد أسبوعين من الآن مش هنا البطولة ستشهد مشاركة نحو ألف لاعب أو أكثر وذكر رئيس الاتحاد السلاح قبل كده أن هناك أكثر من 80 دولة هتشارك في البطولة مضيفة أنه مش هيكون هناك جمهور زي البطولة الأخيرة وهيتم التطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب الرئادة شاهد عبر تقرية الفيديو كونفرنس اجتماع الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة طبعا ناتاني رودريجز وبحضور نوفاك بروفيتش عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي وعبد منام الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح هنروا؟ هنروا؟